السلام عليكم ورحمة الله وقالم بيكم في فيديو جديد كل مشاهدين قناة اصناعيها بنفسك لتعليم الكروشيه. نهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض طريقة عمل شاي الكروشيه مستطيل بجرزة آآ جميلة جدا ومميزة. اشتغلناها مع بعض قبل كده كزا مرة بالشكل المسلس. النهاردة هنشتغلها مع بعض بالشكل المستطيل. ده الخيط اللي انا هستخدمه. ده خيط مهير. خيط رفاية. خيط جميل جدا ومناسب قوي لشغل الشال. اهو شايفين الفتلة بتاعته رفاية. لكن طبعا انتوا تقدروا تستخدموا الخيط المتوفر عندك. يمشي مع الغرزة دي رفاية او متوسط او سميك. اهو شايفين ده الخيط. وهستخدم معي ابرة رقم اتنين ونص ملي متر. ومو ممكن طبعا ابرة رقم اتنين. بس يعني خلينا في اتنين ونص عشان برضو الغرزة تبقى واضحة. غرزة جميلة آآ هشرح ان شاء الله معكم بالتفصيل. ركزوا معي في الفيديو وتابعوا معي للنهاية. ولو دي اول مرة بتشوفوا القناة فتفضلوا اشتركوا وفعلوا الجرس. عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد. يلا نقول بسم الله ونبدأ طريقة العمل. محتاج اشتغل سلسلة من مضاعفات الرقم عشرة وبعد كده هضيف ليهم خمسة. تعالوا كده نعد مع بعض واحدة واحدة. اشتغل عقدة البداية. وبعد كده هبتدي قعد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. احنا هنشتغل سلسلة بعرض الشال وبعد كده نرتفع زي ما احنا عايزين. نكرر تاني. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ادي كده رقم ستة. ودي سبعة تمانية تسعة عشر. انا كده ضعفت رقم عشرة مرتين. تعالوا نضعف رقم عشرة تاني. وعايزاكوا تشتغلوا بنفس الطريقة كده اضعف الرقم. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وكده رقم عشر. نضعف الرقم تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. وهكزا. تمشوا بنفس الطريقة كده تفضلوا تضعفوا رقم عشرة حد ما توصلوا العرض الشال اللي انتوا عايزينه. وطبعا الغرزة دي تتضروا تعملوا بيها اي حاجة تانية. اشتغلوا بيها اي مشروع كروشي تاني. اي مشروع واخد شكل مربع ومستطيل تمشي مع الغرزة دي. بعد ما ضعفنا رقم عشرة هنبتدي نزود خمس سلاسل. كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خلاص كده هنبدأ شغل للسطر رقم واحد. هلف الخطة على الابرة. واعد واحد اتنين تلاتة. وبعد كده تلاتة دول انا هعتبرهم عمود. ادي كده اربعة. والاربع سلسل اللي انا فوتهم دول تلاتة هعتبرهم عمود بلفة وسلسلة واحدة فراغة. هدخل كده في رقم خمسة. لشان مثلا نبقى فاهمين احنا بنشتغل ايه. وهاشتغل العمود بلفة. يبقى انا كده بدأت السطر بتاعي بفي. الفي شكلها اوضح بس كده شكلها او شايفين كده عبارة عن عمود سلسلة عمود. شغلنا في الجرزة دي بالاعمدة بلفة. اشتغل سلسلة فاصل او فراغ. وهلف الخطة على الابرة ونرجع نعد على السلسلة الاساسية. واحد اتنين تلاتة. وهدخل انا هنا في رقم اربعة وهاشتغل عمود بلفة. شغل العمود بلفة بالطريقة العادية. وعلى الغرزة اللي جنبها على طول او على السلسلة هشتغل عمود بلفة او على الحلقة. هدخل كده في الحلقة اللي بعدها وكده كمان عمود بلفة اللي هو رقم تلاتة. يبقى انا كده اشتغلت تلاتة عمود بلفة متتلين. نرجع نشتغل سلسلة فاصل. وهلف الخطة على الابرة. وهرجع تاني اعد واحد اتنين تلاتة وهدخل في الربع. انا اعرف ان الخط رفيع بس انا مقربة الكاميرا وبعد وشغلة ببطء علشان السطر الاول اهم سطر. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. هدخل هنا في رقم اربعة وهاشتغل شكل البي. عمود بلفة بس هنا طبعا هشتغل شكل البي كامل. عبارة عن عمود بلفة وتلات سلاسل. وكمان عمود بلفة في نفس السلسلة انا بدخل اللي هي دي في نفس الحلقة. وبشتغل عمود بلفة. يبقى كده شكل البي عندي عمود تلات سلاسل عمود. ودي سلسلة. برجع لف الخط على الابرة. عد واحد اتنين تلاتة. وهدخل هنا في رقم اربعة. وهكرر تاني تلات احمده بلفة متتالين. زي دول. يبقى كده ندخل على الحلقة اللي بعدها وهشتغل العمود التاني. ودي العمود التالت. تلات اعمده وربعة. عمده بلفة. وسلسلة. احنا ماشيين بقى اخدها خلاص في نفس التكرار. بعد واحد اتنين تلاتة وهدخل هنا في الحلقة الربعة. دي واحد اتنين تلاتة اربعة. ندخل كده في رقم اربعة. احنا كل مرة بنفوت آآ تلات حلقات وندخل في الرابعة. ادي الفي بتاعتنا عمود تلات سلاسل وعمود. التكرار مفيش اسهل منه. انا مش هقول لكم دلوقتي الجرزة من تكرار كم سطر. هنشتغل مع بعض شوية كده وهتشوفوا السهولة بتاعتها. ادي سلسلة. وبلف الخطة على الابرة. بعد واحد اتنين تلاتة. وبدخل هنا في الرابعة. وبرده انا دايما يعني بستنى رأيكم في التعليقات. تقولولي رأيكم في الغرزة. هو دي كده العمود التاني. وندخل نشتغل العمود التالت وكده خلاص اشتغلت تلات اعمدة بلفة متتالية. وسلسلة وهمشي بنفس التكرار على باقي السلاسل اللي عندي. شايفين ده الشكل الاساسي بتاعنا. هكمل كده لحد النهاية. خلاص كده وصلت لنهاية السطر. ما تنسوش احنا عندنا مضاعفات رقم. يعني لازم نشتغل شغل مضبوط على الحلقات اللي قدامنا. وجيت بقى معي هنا اربعة في النهاية فضلين. اربع حلقات فضلين. باشتغل سلسلة بعد الثلاثة اعمدة. بلف الخيط. عد واحد اتنين تلاتة. ولازم الرابعة هتبقى هي الاخيرة. وهاشتغل هنا في عبارة عن عمود. بس في صغيرة زي اللي انا بدأت بيها السطر. لو تفتكروا كنت قلتلكم عمود سلسلة عمود. فانا هنا اشتغلت العمود دي السلسلة. وهلف الخيط وهدخل في نفس الحلقة. اشتغل كده عمود بلفة. وكده خلاص خلصنا السطر رقم واحد. عبارة عن تلات اعمدة في تلات اعمدة في ومشين كده. برتفع للسطر الجديد تلات سلاسل. وبلف الشال. آآ هعتبر تلات سلاسل دول عمود. وهدخل هنا جوه الفي. وهكمل كده العمود التاني. ودي العمود رقم تلاتة. والعمود رقم اربعة. وبس كده. عايزين نشتغل اربعة عمود بلفة بالشكل ده. سلسلة فوصل. ازبط بس الخيط ادي سلسلة. وبلف الخيط على الابرة وهروح على طول على التلات اعمدة. انا عايزة فوت العمود الاول وهدخل في التاني اللي هو في المنتصف ادي الاول. هروح هنا على التاني. ندخل تحت حرف البي وهنا نشتغل عمود بلفة واحد بس. ونرجع نشتغل سلسلة. وبلف الخيط وهنا هدخل جوه البي وهنا هشتغل سبعة عمود بلفة جوه البي. نهد كده ادي واحد. كده العمود رقم اتنين. ودي كده رقم تلاتة. بس انا مش عايزكم هنا تشدوا الاعمدة زيادة عن اللزوم. ادي كده اربعة. خمسة. وكده رقم ستة. والعمود بلفة رقم سبعة وبس. وتكونوا متأكدين كويس جدا من العدد. اشتغل واحدة واحدة. نرجع تانين اشتغل سلسلة. ولف الخيط على الابرة. ومشية بنفس التكرار. برضو هروح هنا على التلاتة عمود بلفة. افوت الاول واروح على التاني وهشتغل عليه عمود بلفة. ونرجع نشتغل سلسلة. هتتكرر معنا كتير السلسلة دي. وهدخل جوه البي وهرجع تاني اشتغل سبع عمود بلفة زي دول بنفس الطريقة. يعني السلسلة دي متكررة معايا في السطور كلها وبتفرق في العمل النهائي فما ننسهاش. بتفرق في الشكل النهائي في شدة الورزة. نكمل كده شجل اعمدة بلفة. عايزاكم برضو ترجعوا للفيديوات القديمة سواء لشجل الشال المسلس او المستطيل هتستفيدوا منها جدا. خلاص. باشتغل سلسلة بعد السبع اعمدة. وبلف الخيط على الابرة. ومشي بنفس التكرار هنا على العمود التاني. باشتغل عمود بلفة. وسلسلة. وبلف الخيط على الابرة. وهنا جوه الفي هرجع اشتغل سبع عمود بلفة زي دول بنفس الطريقة. هكمل كده لحد نهاية السطر. وارجع لكم نقفلوا مع بعض. خلاص مشيت بنفس الطريقة كده لحد نهاية السطر. اللي معايا ده نموذج مصغر لشرح اللي جرزة تقدروا تطبقوه على اي مقاس انتو عايزينه. باشتغل سلسلة بعد ما اشتغلت العمود وهروح هنا جوه الفي اللي في الاخر. زي ما بدأت هنا فاكرين كان اربعة عمود بلفة. فهلف الخط على الابرة وهدخل هنا هشتغل. دي كده العمود الاول. واتنين. تلاتة. وبس هنا هنشتغل العمود الرابع في السلاسل دي. في السلسلة التالتة. ادي واحد اتنين. وندخل كده في السلسلة التالتة. ونشتغل العمود الرابع. وبس هنا كده نهاية السطر الرقم اتنين. خلينا مع بعض كده واحدة واحدة نشوف تكرار السطور. بعد ما اشتغلت الاربعة عمود بلفة في نهاية السطر. ده الشكل عندي لحد دلوقتي. نبتدي نرتفع للسطر الجديد. تلات سلاسل. بعتبرهم عمود بلفة. يبقى كده بدأت بعمود بلفة. هلف الخيط على الابرة. وبرده هدخل يعني انا هفوت اول عمود ده. وهروح على اللي بعده. التلات سلاسل حلو محل اول عمود. اللي هو ده. وهدخل في التاني وهشتغل عمود بلفة. كده عمود بلفة رقم اتنين. كده عمودين في بداية السطر. وسلسلة. هلف الخيط وهروح هنا العمود وهشتغل هنا في. بنفس طريقة العمل. عمود وتلات سلاسل وعمود بلفة. عمود تلات سلاسل عمود. ده شكل سابت معنا. نرجع تانين اشتغل سلسلة. وبلف الخيط وهروح على السبع عمود دول. بعد كده واحد اتنين وهدخل في العمود التالت وهشتغل عمود بلفة. انا هنا عايز اشتغل تلات عمودة متتالين. وعلى العمود اللي بعده. اللي هو رقم اربعة. وبشتغل عمود وعلى العمود اللي بعده اللي هو رقم خمسة. انا كان عندي سبع. ادي كده تلاتة عمود بلفة متتالين. واضي سلسلة. وبروح على العمود ده. العمود الفردي وهشتغل عليه. في. عمود ودي تلات سلاسل وعمود بلف. يبقى انا كده اشتغلت الفي فوق العمود. نرجع نشتغل السلسلة وبالف الخيط. بعد واحد. ادي واحد اتنين وبدخل في التالت. يعني انا بشتغل في على السبع عمدة دول على العمود رقم تلاتة واربعة وخمسة. ادي كده العمود التالت. يبقى انا اشتغلت تلاتة عمود بلفة. ونرجع نشتغل سلسلة وهكزا. بلف الخيط وهنا فوق العمود برجع اشتغل العمود ودي تلات سلاسل وعمود وبس كده. هكمل بنفس الطريقة لحد نهاية السطر. اه دي الشكل. هكمل سلسلة وهرجع تاني هنا فوق العمود التالت. خلاص انا هكمل بس الجزء اللي بقي ده معاكم. ادي كده العمود التاني ونشتغل العمود التالت. ونرجع تاني نشتغل سلسلة وعلى العمود باشتغل فيه. ادي عمود تلات سلاسل وعمود. وسلسلة وكده خلاص هننهي السطر. بدأت بعمودين بلفة هنهي برضو بعمودين بلفة على اخر يعني بعد واحد اتنين بدخل هنا في التالت وباشتغل عمود بلفة. وعلى الرابع اللي هو كان مفروض هنا تلات سلاسل. انا بدخل في السلسلة التالت. وباشتغل العمود التاني اللي هنهي به السطر. وكده انا هنا السطر رقم تلاتة. وهرتفع واحد اتنين تلاتة. وسلسلة باعتبرها فاصل. تلات سلاسل باعتبرهم عمود وسلسلة فاصل. وعايز اقول لكم السطر الرابع ده هو السطر الاخير. بلف الخيط وعلى طول بدخل هنا جوه البي. وهشتغل هنا السبعة عمود بلفة. يعني كده الغرزة من تكرار ربع سطور. بس زي ما شايفين? يعني الغرزة. الشكل الاساسي بتاعها السبع عمود اللي بنشتغله والتلات اعمدة المتتلين والفي. والعمود الفردي اللي بنشتغل. ادي سبعة عمود بلفة. وسلسلة بعدهم. ونروح على التلات اعمدة دول. كل اللي هعمله لننا هروح هفوت الاول وروح على العمود التاني وهشتغل عمود. ونرجع تاني نشتغل سلسلة. وكده الغرزة بقت واضحة. يعني هي ما فيهاش تفاصيل بصراحة. بس هي عايزة شوية تركيز. هكرر الاعمدة هنا. ادي السبع اعمدة خلاص اشتغلتهم. يعني خصوصا برضو لو مبتدئين. ادي السلسلة يعني شوية تركيز. ولو مش مبتدئين يعني والجرزة ماشية معاكو. محتاجين بس تركيز كده في اول كم سطر وبعد كده هتكمله وانتم غمضين. ادي كده الشكل. سبعة وعمود سبعة وعمود السطر كله هيمشي كده. وهكمل لحد النهاية. خلاص كده وصلت لحد نهاية السطر زي ما انت شايفين اللي السطر كله عبارة عن مجموعة السبع اعمدة والعمود. هنهي السطر معاكو. يعني وهبدأ معاكو كده جزء بسيط في التكرار. ايه دي سلسلة. زي ما بدأت هنا باربع سلاسل. تلاتة عمود وسلسلة فاصل. انا خلاص اشتغلت السلسلة الفاصل. هنهي بعمود هنا في السلسلة التالتة. او خلينا نقول عندي اخر عمود في السطر. باشتغل كده عمود بلفة. وكده خلاص انا خلصت الاربع سطور بتوعي. هبدأ اكرر تاني السطر رقم واحد. بس طبعا يعني انا هكرر معاكم السطر رقم واحد. علشان احنا بنكرره على الغرز. مش على سلسلة البداية. هرتفع تلات سلاسل. اعتبرهم عمود بلفة. وسلسلة اللي هي بتاعة الفي. الفاكرين كنا بدأنا الفي دي كانت عمود سلسلة عمود. انا اشتغلت العمود والسلسلة اشتغل العمود هنا في بداية السطر. بحيس ان انا بقى كونت في او زي ما انتم شايفين كده. الفي عبارة عن عمود سلسلة عمود زي دي. ونرجع نشتغل السلسلة ما تنسوهاش. وهكرر التلاتة عمود دول. بلف الخيط على الابرة وبعد هنا واحد اتنين. وبدخل في العمود التالت وبابتدي اكرر هنا تلات اعمدة بلفة متتالة. هدي العمود التاني. ونشتغل العمود التالت. بس خلاص كده خلاصت التلاتة عمدة زي دول. نشتغل السلسلة. وبالف الخيط عايز اكرر البي دي. هكررها هنا فوق العمود. البي عبارة عن عمود تلات سلاسل عمود. ودي سلسلة. وهنكرر هنا التلاتة عمود دول. سريعا كده. خلاص كده خلصت التلاتة عمود. طالما بنكرر انا بس عايز اوريكم الشكل. ودي سلسلة. وهنا بشتغل البي. ان شاء الله لو لسه مبتدئين في الكوشي تقدروا وتنفزه شال مستطيل بالغرزة دي. يعني هيبقى عمل مميز. اي دي مكان البي. وهنكمل. خلاص كملت السطر لحد النهاية. اي دي تكرر السطر رقم واحد. بس احبقى اقفل السطر معكم. علشان نبقى اغطينا كل تفاصيل الغرزة. بشتغل هنا السلسلة بعد التلاتة عمود وهنهي ببي زي اللي بدأت بها السطر. كانت عبارة عن عمود سلسلة عمود. هي بيه صغيرة. بلف الخيط. وهنا اشتغلها فين. ركزوا بقى في الجزء ده. وشوفوا هنقفل السطر ازاي. ادي واحد. الاعمدة. اتنين. تلاتة دي سلسلة. وهنا هدخل في الربع. الحلقة الرابعة اللي هتقابلني. ولو لفيت كده من الناحية التانية هلاقيها هي السلسلة التالت. او شايفين كده? ادي واحد. اتنين. وانا دخلت هنا في السلسلة التالتة. حابين بقى تعدوا من هنا او من هنا. ونشتغل كده عمود بلفة. وسلسلة. وكمان عمود بلفة. يعني فيه ننهي بيها السطر. وكده نبقى خلصنا تكرار السطر رقم واحد. بمنتهى البساطة. نهية السطر بفي. وهي دي شكل الغرزة. يعني هو لو مبتدئين محتاجة تركيز شوية. هرتفع شوية بالسطور وهرجع لكم. وادي شكل بعد ما ارتفعت شوية بالسطور. يعني انا ما ارتفعتش سطور كتير. بس هي الغرزة آآ باينة. غرزة جميلة وبسيطة. غرزة من تكرار. اربعة سطور. يعني فيها فراغات كده. الفراغات بتاعتها كلها متوزعة. الغرزة دي تمشي للصيف وللشتها. لحسب بقى الخط اللي انتو هتستخدموها. ودي شكلها من الناحية التانية. يعني خلينا نقول ده ضهر الاعمدة. بس هي مش باينة قوي الوش من الضهر. يعني فرق بسيط قوي. بين الوش والضهر. فهتبقى جميلة ومناسبة لعمل شايل. باتمنى انو تكونوا استفادتم من الفيديو. وكمان يعني اكون قدرت اوصل لكم شرح الغرزة بالتفصيل. ممكن في النهاية بعد ما تخلصوا تمشوا على القطعة كلها بغرزة حشوة او منزلقة مرضو تمشي. وبعد كده بتركبوا الشرشيب لو حبيته. مش محتاجين اكتر من الشرشيب العادية جدا للغرزة دي. لان الغرزة يعني فيها تفاصيل. وكده خلاص خلصنا الفيديو ما تنسوش. لايك وشير مع كل اصحابكم. واسبكم فرعاية الله.